السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقول لكم النهاردة ان شاء الله بازن الله ازاي تسحبه فلوس من مكانة الاتم بس من غير بطاقة من غير فيزا. من محفظة الجيب. اللي هي ايه? اللي هي آآ فودفون كاش. اتصالات كاش. اورانج كاش. ازاي تسحبي الفلوس اللي موجودة عندك على محفظة بس من خلال مكانة الاتم. بس التامي الخطوات زي ما هقولها بالزبط. تمام كده? عندنا هنا دي لحة المفاتيح اللي احنا هنستخدمها علشان وانا بصور. آآ بالصراحة وانا بكتب ما صورتش لحة المفاتيح وانا بكتب. بس صورت الشاشة. تمام? آآ ده لحة المفاتيح اللي انا بكتب عليه. آآ هتلاقوا هنا موجود اول ما تدخل على المكانة بالشاشة الرئيسية. للمكانة هتلاقوا مكتوب هنا سحب نقدي من المحفظة الالكترونية. سحب نقدي من المحفظة الالكترونية. هدثوا عليها. دي اللي هنسحب منها من غير بطاقة. طبعا العملية كلها تمت بسرعة. بس انا بطقط الفيديو هنا علشان اوركه كل حاجة بالتفصيل. اول حاجة هتلوها منك برجاء ادخال رقم الهاتف الخاص بك. هتدخل الرقم الهاتف اللي موجود عليه كاش. اللي هو التصالات كاش او فودافون كاش او ارانش كاش. انا هنا دخلت الرقم اللي عليه فودافون كاش من خلال لوحة المفاتيح وعملت التأكيد من الشاشة. وبعد كده هيقول لك ادخال الرقم السري المتغير. وهقول لكم هتجيبوا الرقم السري المتغير. ده منين بس في نهاية الفيديو اول ما نسحب الفلوس. بعد كده هقول لك على طول تجيبيه ازاي. تمام كده? دخلنا الرقم مرضو من خلال لوحة المفاتيح. جلنا الخطوة اللي بعد كده برجاء ادخال المبلغ. دخلت المبلغ وهو كان الف وخبسين وده اللي اسحابه من محفظة الجيب بتاعته. بعد ما تدوس تأكيد هيجيلك البيانات اللي انت دخلتها ولو صحيحة دوس تأكيد. لو فيها خطأ اعمل الغاء ويعيدي العملية من تلك. بعد ما تدوس تأكيد هيجيلك برجاء الانتظار جاري صرف النقور. استني بقى يعني رحصات كده لما الفلوس تتعد جوه ويطلع اهالك من الجزء الخاص ان هو بيخرج منه الفلوس. ما تمشيش هيجيلك اصال. هتخذي الاصال. وهيكون في كل البيانات برضو اللي انت دخلت فيها. يعني رقم المحمول وسحبت منه كده. الاصال طلع خلاص. كده خلاص العملية بتاعتنا. انتهت. هقول لكم بقى دلوقتي على طول ازاي تجيبوا الرقم المتغير اللي احنا تكلمنا عنه في الفيديو. وهنا برضو انا داريت الجزء الخاص برقم المحمول. وده الفلوس اللي هي طلعت من مكناة الاتم طبعا جديدة ومزبوطة. طبعا ما تقلقوش خالص. تعالوا هنا بقى نجيب الرقم السري المتغير اللي احنا دخلنا في المكناة بديل البطاقة علشان نقدر ان احنا نسحب الفلوس بتاعي. هتجيبوا التليفون اللي هو عليه الخط اللي كاش بتاعكم سواء اتصالات كاش فودافون كاش اورانجي كاش وتعملوا الخطوة دي. الخطوة دي انا بعملها لفودافون كاش. بصراحة ما عرفش بقى اورانجي كاش ومعرفش اتصالات كاش تقدروا انكم تبحثوا عن الموضوع وشوفوا هتدخلوا رقم ايه? عشان تطلعوا الرقم المتغير. تمام? انا هنا دست نجمة تسعة شباك. انا هنا الخط بتاعي فودافون كاش. نجمة تسعة شباك. ودست اتصال. هتجيلك بقى مجموعة اختيارات. هقولك هتختاري ايه بالزبط? هنا موجود تحويل اموال شحنه ودفع فطورة. الدفع اونلاين والمزيد. احنا لسه عايزين المزيد. تمام? تقدر تدوسي خمسة على طول. وتدخل في الخطوة اللي بعدها. بس انا هجيب لك المزيد. همشي معاك خطوة هطوعة. هتدوسي زيرو. واتدوسي ارسال علشان يجيب لك المزيد. المزيد هنا دفع الفواتير. السحب من اي تي ام. السحب التبرعات. وفي برضو رجوع او المزيد. تمام? كده احنا هنا محتاجين السحب من اي تي ام. اللي هو رقم خمسة. زي ما قلت لك تقدر يتدوسي خمسة على طول. بدل ما تجيبي المزيد. بس انا حبيت اوارديك الحاجات الموجودة. تمام? هنا دست خمسة. وعملت ارسال. بعد كده هيقول دخل المبلغ اللي هتسحبه من اي تي ام من عشرين جنيه لتلاتين الف جنيه. هنا دخلت المبلغ اللي انا عايز اسحبه هو الف وخمسين جنيه. مش شرط تسحبي كل الموجود عندك على المحفظة. اسحبي اللي انت عايز تسحبيه من عشرين جنيه لتلاتين الف جنيه زي ما قلت لك. تمام? هنا دخلت المبلغ اللي انا عايز اسحبه هو الف وخمسين وبعد كده دست ارسال. هي دخلك على الخطوة اللي بعد كده وهو ادخل الرقم السري للتأكد. على فكرة الخطوة دي بنعملها واحنا دخلين على للمكنة يعني احنا احنا دخلين جدا على المكنة نصحب نعمل خطوة دخل الرقم بقى السري اللي انتي عاملة بين محفظة اي حد عامل محفظة اه كيش لازم يكون معاك الرقم سري بتاع المحفظة هتدخله باللغة الانجلزية. دخل الرقم السري بتاع المحفظة باللغة الانجلزية ودوسي ارسال. خطة لبعد كدة هيقول لك الرقم السري لماكينة ال heure الموجود ده وستم ارساله في رسالة الان. الرقم ده بقى هو ده الرقم السري المتغير اللي انا دخلته في المكنة. لما قلت لكم هقول لكم الخطوة في الاخر. هو ده الرقم السري. تقدري تغذية على طول لو انت قدام المكنة هتعمل خطوة دي. وتاخد الرقم السري والدخلية على طول. تمام? او لو انت تستاني شوية هيجي لك بقى فرسالة والرسالة اهيت حبيت اورها لكم برضو. تمام? عايز اقول لكم اللي مدة الرقم ده الرقم السري المتغير ده بيتغير يعني كل تالي خمس زي. لان انا اه في يوم كان المكنة زحمة. وقفت اكتر من خمس زي على المكنة. جيت ادخل الرقم السري اللي انا دخلته. اللي انا طلحته. اه ما قبلش. قل غير صالح. عملت رقم سري متغير تاني في نفس اللحظة عادي ما فيش اي مشكلة خاصة. ممكن تواكك بعض المشاكل وانت بتطلع الرقم المتغير من على التليفون. يقولك مسلا فشل محاولة اه رجاء حوله في وقت اللاحظ يقولك اي حاجة تقدر تقفل التليفون وتفتحيه تاني هيعمل معاك الخطوة من غير اي مشكلة. دي حاجة كمان حب اقولها لكم قبل منهي الفيديو وان مش اي مكنة اي تي ام بتدعم محفظة الجيب. اه انا اللي عرفه ان هو بنك عودة والبنك التجاري ده اللي بيدعم محفظة الجيب وده موجود عندنا في المحافظة. تقدروا تسأله على اي بنك بيدعم محفظة الجيب. اه وتدخلوا على مكنة اي تي ام بتاعته هتلاقوا فيها المحفظة الالكترونية زي ما قلت لكم كده موجودة على الاول الشاشة. تمنى الفيديو يكون مفيد بالنسبة لكم. ولو استفدتوا من اي حاجة ما تبخلوش عليها باللايك والاشتراه في القناة. وهي كلمة حين الوكيدة تشجيع اللي. ان شاء الله اي سؤال اي استخدار تبولي بس في الكومنتات وان شاء الله بازن الله هرد عليكم. دم دم فرعات الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.